معنا من واشنطن دان ريني الكاتب والباحث السياسي سيد دان أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية إلى أي درجة يمكن الوثوق في نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في هذا السباق بعض الأخطاء التي ارتكبت في 2016 و2020 هل يمكن القول إنها قد استوعبت الدروس وبالتالي يمكن الوثوق في هذه النتائج شكرا جزيلا لاستضافتي اليوم من أجل الحديث عن هذا الأمر المهم نعم في حقيقة الأمر أنا لدي شكوب كبيرة بشأنه أي نتائج الاستطلاعات الرأي لا يمكن لأي طرف أن يتوقع ما يحدث في الانتخابات الفعلية هناك الكثير من الاستطلاعات وهناك الكثير من النتائج هناك التضارب كبير وهناك فوارق وهناك التقارب فبالتالي هناك تنقضات كبيرة في الساحة السياسية الآن ربما نرى أن هناك انتصارا كبيرا لكمال هارس في بعض الأحيان نرى أن هناك انخفاضا كبيرا في الدعم المقدم لكمال هارس في بعض استطلاعات الرأي الأخرى وهناك تقلبات كبيرة فبالتالي هذا جزء مهم من الثقافة السياسية في الولايات المتحدة وهذا ما رأيناه في حملة دونالد ترامب في الماضي في 2016 ليس من المتوقع أنه ينتصر ولكن في حقيقة الأمر كانت هناك انتصارا كبيرا في ذلك وكان مناقدا لنتائج استطلاعات الرأي وهذا يأتي بناء على ألاف من الأصوات المستطلعة رأيهم ولكن سوف نرى أن هناك فوارق كبيرة وبالطبع سوف تتلقى هذه الاستطلاعات إخفاقة كبيرة وكما لا هارس أعتقد أنها تبلي بلاء أفضل من ترامب قارنة بالحملة السابقة هذه النقطة جيدة بقي نحو أسبوع قبل يوم الحسم في هذه الانتخابات كيف تنظر إلى التكتيك والاستراتيجية التي يعتمدها المرشحين كانت آخر هذه الخطوات مع التجمع الانتخابي الذي كان في دونالد ترامب في مادسون سكوير جاردن في نيويورك هذا المعقل الديمقراطي الذي يراهن على حص أصوات فيه وفي المقابل هناك ولاية متأرجعة تتجول فيها كاملا هارس وتستهدف لسيما السود واللاتينيين في بنسلفينيا الأمر مثير للاهتمام حقا فيما يتعلق بهذه الانتخابات خلال يومين فإن حملة الانتخابية لكاملا هارس في تكساس حققت الكثير من الخطوات ودونالد ترامب هو حملة الانتخابية في نيويورك على النقيد حاولت الحصول على الدعم ولكن في ظل هذه التوترات وكل هذه التصويتات وهذه الاستطلاعات المتعاقبة أصبح هناك تضرب كبير فيما يتعلق بالدعم لا أعتقد أن كاملا هارس لديها أي فرصة للفوز بولاية تكساس وترامب ليس لديه فرصة لكسب نيويورك وهذا يمكن أن نرى أن هناك مساعة كبيرة من الحملتين الانتخابيتين من أجل تحقيق المكاسب السياسية فيما يتعلق بحصول الدعم من الولايات المختلفة وخاصة المتأرجحة ويمكن أن نرى أن كل مرشح يحاول بذل المزيد من الجهد لكسب الولايات الأساسية المتأرجحة وهذا سيكون هو مضيع للوقت من كلا الطرفين ولكن لن يكون هناك فوار كبيرات في هذا الشأن ولكن يمكن أن نرى التغطية الإعلامية والمحادثات التي بدأت خلال هذه المؤتمر تشهد الكثير من الزخم لا يمكن أن أعتقد أن هذا الأمر يعطي مصرحا إيجابيا مع اقتراب الانتخابات وخاصة في ميتشيغين وبينسيلفينيا وكذلك في جورجيا سوف يكون الأمر مثيرا للاهتمام حقا وهذه الانتخابات أو هذه الاستطلاعات تظهر أن هناك انتصارا لترامب في بعض الأحيان كما فعل في 2016 و2020 سوف تكون هناك تناقضات كبيرة في النتائج النهائية وسوف نرى المجامع الانتخابي وقراره في النهاية شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن السيد دان ريني الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك